موشي موش أصدقائنا الرائعين رجعنا بالقسم الثاني من حكاية إيانا والقسم الثاني من حكاية إيانا يعني إنه رجعنا مع الجوائز والفائزين ثلاث فائزين متر ما حكينا إن شاء الله طبعا هم اللي حصلوا على أعلى التعليقات أول شي عنا اللي حساب هوشينو واسم البنت مانا الرغاوي وتاني فائز عنا هو مالك الأمر وتالت فائز عنا هو علوى ماليكي هدول الثلاثة إحنا رح نتواصل معكم إن شاء الله قبل ما نبدأ بدنا أول شي اللايك يعني برضه مثل ما عيدناكم عيدونا مثل ما بنحبكم محبونا مثل ما بتعرفوا يعني وعنجات جهز وحالكم هلأ للروعة المطلقة وانتقام إيانا نخططها قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم ولا تلسوا الاشتراك وليتس جو وبوقتها حكاها أخوها بس مو حياتك أهم إذا بدك تنهي الخطوبة فأنا مستعد لدعم القرار اللي أنت بدك إياه ربطت على راتو بيحكي لها أخوها الصغير لش بتضل يتعامليني كأنه طفل فبتقوله لأنك طفل بالنسبة لإلي طبعا هي بتحكي بلار رح تبقى طفل لأنها طبعا هي يعني عقصة كبيرة وبتقول لأنك متت قبل 13 سنة فخورة فيك كتير لأنك زكي وعائل ما بتعرف قديش أنا سعيدة أني أشوفك مرة تانية بلار بيحكي لها اسمعي كأنه سامع صوت ورانا فعلا بيكون الخدم موجود وبيقول ملأك رح يوصل عن قريب يعني خطيبها فبتقول ممتاز هلأ لازم أتخذ قرار غبي لأ حافظ عليك وعلى عائلتنا بيوصل فعلا ملء التافه هاد وهو الخطيب اللي على أساس بتحبه هي أول ما يشوفها بيقولها إيانا أنت طلع أحلى من آخر مرة شفتك فيها حتى الزهور بهالأصر رح تذبل لما تشوف جمالك فهي بتحكي واو كل كلمة عم بتقولها بتبين كأنها قصيدة فهو بيحكي بهقله قلت أني رح أتوقع الحذر بس مو ضروري وبييجي يرحب في بلار وبيحكي له أنا ساعدة كتير أنك موجود لأنه بالعادة ما بتمكن من دؤيتك بلار بلمح البصر بيصير واصل الباب وبيقوله طيب خلص أنا ألقيت التحية عليك لهيك رح أغادر بتمنى تستريح وتستمتع سيد مل بيحطار مل هيك وبيقول ليش دايما بلار مشغول فأنا بقول لك ليش لأنه مش طايق يشوفك بتحكي هي يمكن مشغول بالتراسة وهيك هل بترغف نروح لغرفة لضيوف فبيحكي لها عادي رح أروح وين ما أنت بدك يعني فبتقول الخدم عم بيرقبونا شوي خلينا نبتعد عن بعض فبيحكي لها عادي كل الأحوال إحنا رح نتزوج عن قريب فبتحكي لها يعني خلينا نروح لمكان آخر أولا لأنه أنا طلقت منهم إعداد بعض الشاي بيروحوا فالا لغرفة لضيوف وبيحكي هل غرفة فارغة؟ صح؟ ممكن أقضي الليلة فيها فبتقول له ليش يعني شو اللي بدك إياه؟ كل البطانيات موجودة بالأصر تم غسلهم فهي المهم بتحكي له طيب خبرني هل عاجبك الشاي؟ طيب يقولها ما لفي عندي شي أفضل بكتير من الشاي جبت لك هدية تقول له هدية؟ بيجب لها هدية تافها حرفياً وهي بتنصدم منها وخصوصاً أنه الهدية اللي جبلها إياها عندها حساسية منها تطلع فيهاك وتقول له سوري بس بعاني من حساسية منها يحكي لها عن جد لسه لازم تتعودي خلاص فهي بتنزلت وبتحكي شو الغباء أهاب؟ رح أتجهل اللي حكيته وبتقول له معلش بس ما بدي أظهر الجانب السيء مني المهم بينما هو عم يحكي معها هي بتكون عم بتفكر بوضع عائلته وأشغالهم وبتحكي بتذكر أنه المرة الماضية قدم لي فيها هدية وصببت لي مشكلة مش قد أصدق أنه بوقتاً خدعت بهيك تصرفات وحركات عكل حال أنا هلأ بحاجة لإنهاء هالخطبة بأسرع وقت ميل عنده كتير من المشاكل ما هالعلاقة فليش اختارني ما بعرف؟ إذا حصل على طبيب مناسب يمكن لأي شخص الإدلاء بشهدته يحكي لها إيانا ليش ما تيجي معي زيارة للغاة بالأسبوع الجاي دعاني روسل للحفلة فشو رأيك تنضميلي؟ فبتقوله أكيد فبيقول هو الصيد أمر خطير بالنسبة لآنسة لتروح فينا نروح بالعربة بدل من الخيل شو رأيك؟ تتفاجأ يوم بتقول ما طلب مني هالشي بحياة الماضية بده نروح نقابل روسل جلان روسل هو الإبن الوحيد لأنسكار اللي لسه ما قابلته هل أترك أني لاحظت كل شي؟ في شي واحد مؤكد إنه بشكله المستقبل عم يتغيري هو بيحكي لها ما تحتاجي للتعرف على أي شخص آخر أنا متأكد إنه بس بدك تقضي الوقت معي بمفردي لهيك شكلي رح أخبر السيدك لن إني ما رح أتمكن من التهاب هي بتقوله لا لا عبد شوي وبتقول ما بعرف ليش تغير المستقبل بس لازم أختنب هالفرصة لن أصب فخ وبتقوله بالعكس عجبتني الفكرة كتيري خلونا نروح مع بعض ولازم ننبسط هناك فعلا بيروحوا وبيكون قال هالعائلة الخاصة بمل بتمتلك هالمساحات الواسعة مو بس عندهم مزرعة تعنب ضخمة بس كمان جبالهم مشهورة وعندهم غابات ما في نهاية إلها وبالطريق إلى المكان اللي رح يجتمعوا فيه كانت تتخيل باستمرار الأشياء اللي ممكن تتير ممكن جنود روسل يحاصروها بمجرد وصولها أو حتى مل بعض التفاوض مع عائلة روسل يختطفوها ويحبسوها مثل اللي صار بالحياة الماضية لكن لما توصل بتتفاجأ كثير لما تشوف أرز بدا لغلين ويقولها إيانا من زمان ما شفنا بعض بتتفاجأ هيو بتحكي أرز لش موجود هون مو حكوا انه غلين هو اللي رح ييجي فبيقول أرز جيت أنا منه لأنه هو مو على ما يرام هال بتشهري بعدم الاتياح لأنه أنا اللي موجود فهي بحكي له لا أكيد مش هيك القصة وبتقول شكله طلعت غلطانة وهذا موفخ من عائلة روسل بيتدقل بعد ميلو بيقول للمؤسف أنه السيدة كلان مش على ما يرام كان بإمكانه بس التباهي عن أوطو من قبل فبيحكي أرز فعلا أخوي كان حزين كتير إنه ما رح ييجي وقال إنه رح يحاول يجي المرة الجاي بالمناسبة هل إجا فارسك لمرافقتك كمان هالمرة إيانا فهي بتقوله آه صح هو موجود هون لمرافقتي فبينط ميلو بيحكي هي جبانة خبرتها أني رح أحميها ونا مش بحاجة لمرافق فبتقول بشار بعدم الاستياح لما ما يكن في حدا بيحميني طول الوقت وبتحكي ما بعرف شو اللي عم بيصير بينك لانو ميل لهيك كان لازم بل يجي معي فبيتدخل بوقت بل وبيحكي سعيد بمقابلتك مرة أخرى وشرف عظيم لقي لي منرجع نتلاقه بعدان ما لهيك بيصعد على الفرس وبيقول أكيدا لأ بدك تثبت ولأك لكن لسوء الحظ احنا اللي ثلاثة بس المتعوين تطلع فيه هيك ايه يعنا وبتقول له بس هو يعني بالنهاية حارس وقال إنو بعض الناس شافوا ذئاب مؤخرا لهيك لازم نكون حذيرين وإلا نمكان نلتقب ذئب وبال مش موجود معنا فبيبلش يضحك بشكل أهبل ويحكي لها أرنبت الحلوة ما في داعي تكوني خايفة لا تقلي أنا رح أحميكي بحياتي آه مبين كتير إنك شجاع وبقولها مستحيل أي وحش شرير يتجرق يظهر قطامك لهيك لازم تتشبثي فيه ولا معقول ما بتوسقي فيه تطلفي بقرف على الآخر ومعك حق وبتحكي إذا وصلت الشكوى رح أبين إنو في شي غلط لهيك شكله لازم أمرق الموضوع وبيقولها كل اللي بهمني ما تكوني مشتتة لحتى أساعدك ولا معقول بتاع تقدي إني مش كفو المامية بتحكي معقول يكون هاد فخ تاني أعدو مل وإرس كل ما زاد تعناد زاد يقضتي للأشياء اللي حوالي من ناحية تانية لو في دافع خفي خلف الموضوع ولو فرضنا إنو أخبرت إرس عن اللي صار فيمكن يشك أكتر لهيك خليني ما أكون بهالشكل هاد وبتقول مستحيل أنا بحط قتيل كاملة بمل قد نعم تلتفت هيك لبل على أمل يعني تشوف شو فايدة هالرجل هاد من عدمه وهو بيعطيها ديك الابتسامة وفعلا هي بتحكي عم يتواصل معي من خلال الهمسات وبيقولها خلاص اترك الموضوع علي فعلا هاد اللي بيصير بيحملوا حالم اللي غادروا لكن بيوصلوا بعض الحراس وبيقولوا متأكدين أنه بدكم تنطلقوا لجوه لأنه أكدوا لي أنه في ذئاب ظهرت فبيحكي مال عادي راح أنا أتصرف بنفسي وإحنا راح نروح بمفردنا وما بدي أي حدا آخر فبيقول أوكي بتبلش تتساءل أكتر وتحكي هالبل مساعد جايد بالنسبة لإلي بطلت أستشرب وجوده حوالينا وكأنه كيانه مش موجود وبينما هم منطلقين بيحكي لها مال انظري للأمام وبتطلع على الغابة قد شع حلوة وبتقول إنه مثل ما بيوشع عنها فعلا فبيحكي مال متأكد إنه هالمناظر الحلوة راح تلاقينا أكتر لو بتعدنا فخلونا نتحقق ونتعمغ أكتر فهلا بيفرح إرز أكتر وبيقول إنه المكان كتير طالع حلو وإنه الفرس جميل ولطيف أما هي فبتحكي بعد ما فقت عيلتي تحطم علي السعي لرفع مكانتي بنفسي وبوقتها قررت أتعلم ركوب الخيل ولما تمكنت مني نجاح تم إذاعة طيتي كأشهر راكبة محترفة بمنطقة باس شو بأكملها بعد هاللحظة لو إني فعلا رجعت انططيت الخيل بنفسي وواجهته كان هذه اللحظات راح تكون أرواع بعيوني بعدها بيشوفوا شجرة اسمه وقال في قصة متناقلة مفادة إنه هالشجرة هي الخيط الدهبي لحظ غابة أباك الجيدة وإنه دي مع الشجرتين تليلة على إنه الزوجين راح يكونوا سعيدين وبتناغم لو شافوها يا عمري يا إيانا هالشي بيعني إنه إحنا كتير من البقلة بعض صح؟ فهي بتحكي له أهن أكيد يا الله قديش كنت دوبي عم بفكر بنفس فكريتك ولايك بيحكي لها لا بس نصعد لسهلة الأعلى راح نشوف منحدر أحلى ورح تغاري وتغرمي منها الطبيعة الجميلة لكن فجأة بيحسوا بشي غريب وبيشعروا بإنه في حدا محوتهم تطلع هي وبتقول ليش ملامح وجوههم الآن إلى هالدرجة كما لو إنه الخطة ما كانت من تدبيرهم معقول عن جد في دوافع أخرى مختلفة إذن شو الصوت اللي عم يطهر بتقول إيانا سوري بس كأنه سمع صوت قبل شوي هل هات صوت تقب فمل بيشعر بإنه ارتعب على الآخر وبيقول خلونا نروح لنتفقد الأمر لكن مل بيقول لا لا خلونا نروح بعجلة فبيحكي أرى زي تأخرنا أنه نهرب ما أتوقع إنه رح نلحق وأظن أنه هاي صرخات من شخص مصاب تمسكي الخيل شوي بتقول رغم إنه في مشكلة بأرضه أنا عارفي قديش هو مثير للشفقة وجابان وأرز بيقرر إنه يروح يشوف قال الشخص هاد لحتى بلك يساعده وبيطلب من مال هو يروح يعثر على المساعدة ويجيب أشخاص فبيحكي شفتي فجأة شعرت برغبة باللحق بأرز قديشني مضحك يعني قصدي إنه هالشي ممكن يلطخ بشرتك الحلوة لهالسبب توقفت بلاش يصير عنك فهي بتخاف وبتحكي والله شكله راح يرميني ويهرب وبتسأل شلي ممكن يعملوا إرز لحاله إذا خرجت إحدى الذئاب لمهاجمته فبيقول مال بس يعني شو راح نعمل إحنا كمان فبتلتفت لهيك وبتقوله مش إنت صيعت بارع ومهر ما في مشكلة راح تواجهك لو هاجموك الذئاب صاح إنت أسطورة فهو بتوتر بقولها أوه أنا كتير أسطورة مستحيل أي ذئب يهزمني فبتقوله إذن خلونا ننطلق بسرعة وبتخبط هيك الفرس لا ينطلق وبتقول موت مال من عدمه صراحة ما بيمن بالمرة بس أرز اللي اهتم لأمري مضيعة يا حرام إنه يموت مبكرا لهالدرجة ما شاء الله انتشيتي الألف سنة اللي حاولتي زنتقمي فيها منه فجأة تلتفت له صوت بتقول هل هاد كان صوت سيف مطبوع بصرخة إضافة لزعيل الحصان بيان كأنه هربان بتلاقي إنه فعلا حصان أرز لحاله بدون أرز وبتحس إنه في خطر بتشوف أرز عام ينزف دم وفيه أحصن حواليه وبتحكي شكله تعرض لإصابة بالغة ليش وكيف وش اللي صار أما مال فبيخاف على الآخر وبيبلش يصرخ ويحكي مين هدول ما بعرفهم بالمرة فبيقول واحد منهم ما في داعي أجاوب على سؤالك بيطول السيف لحتى يحاول يطعن أرز فيه لكن أرز بيقوم وبيطعن للفرس المسكين وبيحكي لمال بسرعة أهرب وهرب إيانا لكن بيتعرضوا برضو لضربة إيانا بتخاف وبتحكي شلي عم بيصير لكن مال بيقول خلينا نهرب بسرعة هي بتحكي لازم ننقذ أرز بس أكيد هالجبال مستحيل يعمل هيك وبيحمل حاله لا يهرب هي بتخاف وبتقوله شلي عم تعمله لازم نرجع ننقذ أرز اللي بخطر لكن مال ولا على باله بيقولها إخرسي ولا تحكي أي شيء وفجأة بينطلق سهم من برضو هالأشخاص المتنكرين اللي ظهروا وبيخبط بمل بيستاهل بيجي بإيده تقريبا وهي بتحكي هالأهبل ما في طريق قدامنا غير هالطريق المفتوح وما في وقت أصير لبين ما طولنا السهام الأرض مسطحة ومش وعرة ما في طريق تاني وبتحكي وين بل التافه السيء هداك ما بتلاقي بالمرة وبتقول على هالنحو رح يتم إصابتي فعليا إذا ما لقيت خطة بديلة لا رح أهرب ولا رح أرتجب خوفا أخيرا رح أواجه تستلم زي ما من الأمور وبتقول خلاص أنا عرفت من مال التافه هداك وكمان من بل اللي ما عم يظهر ورح أظهر هلأ حقيقتي وبتحكي يعني لما كان عمري 18 ما كنت بعرف ولا كان نفسي حتى أتعلم ركوب الخيل كرهت إنه يتخرب ثوبي أو كرهت إنه يتخرب فستاني إذا عرقت ولا كرهت أضاء الوقت مع لوحوش والروائح الكريهة لا هيك كنت بدي أضال يعني بنت لذيذة لطيفة مش أكتر هيك بوقت فكرت أما هلأ مستحيل رح أركض باتجاه الأشجار وبتسأل مال بأي جانب بيوقع المدخل فبيحكي لها بصراحة مبارغ فبتحكي يا ربي نفسي أطفش عن الفرس وخلاص وبتقول لحصان اللي هلأ راكمين عليه رح ينهك سريعا لوجود اتنين ولو ضلينا على الحال رح نكون هالكين لمحالة لازم أخرج من الغابة لكني ما بعرف الإحداثيات قد أن تنتبه للشجرة اللي مرقوا عنها لما كان عم يتفل سفو يحكي إنه فيه منحدر موجود بالأعلى وبتقول ممتاز إذن بهالطريقة ممكن نعيش أما الشصاد اللي بيكون عم يلحقهم فبيحكي لهم لوين رح تهربوا رح تموتوا كمان شوي صراحة شكله جلن بعضهم رح تطلقوا لكل الشلة أما هي بتضلحة من حالها وتركض وتقول أبعد شوي هلأ رح ألاقي فرصتي فعلا بينما هو منطلق بأقصى سرعة باتجاهها هي بتطلق ركاك لا لحصان وهو بيروح فيها واحدة باي باي وبيطير لورا تطلع فيه وبتقول له بتستاهل وبتحكي له والله ظنبك على جنبك أنت اللي اخترت هالطريق بعضان بيرعب كبير ما اللي بيحكي واو هل مات من وين انت اكتسبتي مهاراتك بتوجيه الخيل هيك فبتحكي له اخرس هلأ لازم نرجع لاني تفقط حالة أرز فبيحكي لها بماشي بس يعني مهاراتك أبهرتني المهم فعلا بترجع هي وبتلاقي المسكين أرز معجب عليه ومضروب لشبعان وبتحكي هالهرب اللي هاجمه هو بيتطلعك وبيحكي لها إيانا وين انت بتسأله هل بتقدر تنهض خلينا نسرع بالهرب فبيحكي لها إيانا هل صابك أي أزا بجسدك هل قصبتي بأي مكان فبتحكي له أنا تمام ما حتى ولا خدش صابني وبتقول عم تسأل عني وانت بغطى بالدماء من راسك لآخر رجليك فبيقولها قديش سعيد انك بخير وبيبتسم وهي بتقول لأ مش لازم أضعف لهالدرجة حتى لو كان هاد هو ارز لازم أتذكر هو مين وبتقول يلا احنا بحاجة لننقوله هو الفائد الوعي ولازم نشوف الطبيب باستعجال لكن مال بيكون مربع الآخر وفجأة بيأشر على شي تاني وبيقول هناك بالأعلى ليشوفوا المصيبة التانية اللي عم تستناهم 200 دقب واقفين عم يطلعوا فيهم مال بيحمل حاله أكيد وبيهرب وهي بتنجلت وهي تحاول تنادي عليه تطلعوا بتقول عن جد غادر ترك ورا خطيبته وجريح قديشه مؤرف وجبان وخاين بعدين بتقول في شي اكتسبته من عدد المرات اللي واجهت فيها الموت بالماضي وهو إنه الموت إله ريحة مرعبة ريحة ما ممكن تتخطاها وكأنها مغلفة بجمرة تشعر فيه وإنت عم تحترق وبتقولي الموت شكلي عم بحس فيه هلأ هل ريح أموت هون مو بسبب شخص بل بسبب دائب ما بيعرف أصله ولا فصله ولا حتى عائل برفض هالشي ما وقعت عقد لأسير طعام لهي الحيوانات إنما لا طلب انتقامي لأنه في ناس من المفترض أني أحميهم لهيك لازم أعيش لازم أعيش بأي طريقة بتكون عم تستنى بل يظهر ويساعدها وينقذها بتصرخ وبتنادي عليه على أمل يكون ظهر تطلع هيك وبتلاقي دماء وبتقول شو اللي صار هل المسكين أرز نعط كمان تفتح عيونها لا تشوف لا تلاقي حدا واقف وبتحكي أكيد بل إجا وظهر لكن على العكس المسكين أرز بيرجع يكون أموقف وضرب الضئب بنفسه وحكى لها لا تلاقي أكتر أنا رح أحميكي اسمعي يعني بدي أحكي لك شي أنا صراحة حاسة بل هو عمل كل هالقصة لحتى يخليكي أنت وأرز توقعوا بحب بعض لحتى يتسلى شوي وبيحكي لها اسمحيلي قبلي ببعض التعليمات ما أنتهجم الضئاب أنت تدهزي الفرصة وعجلي بالهرب لكن هي ما تقبل أكيد هالشي أما هو فبينطلق باتجاههم بتقول هي شوي جد لازم أهرب لأنه أكيد ما بدي أسمح لحالي أني أموت به المكان أني تركت أرز لحاله بس طالما الضئاب وجهت تركيزها نحوه فأنا رح يكون لي فرصة لكن لما تطلع على المسكين أرز وكيف عم بيقاتل للذئب لحاله بتقول هالشي مش عادل بالمرة أرز يمكن شاطر بس هو بالنهاية لسه طفل ما بيقوى أنه يتحمل كل هالذئاب هاي وهدين هو بيلتفت ليشوفها وبتقول يجب تعيني بعينه بها اللحظة هو بيروح وبيطعن التئب وبتقول شو اللي عم بيصير ليش عم بيقاتل بها القوة هاي لقي يدافع عم تعمل كل هالأشياء أرز اللي ساعت تقتلني بالماضي هلأ عم بتحاول تنقذني بكل الأشكال هو بيلتفت له وبيحكي لها إيانا بليز من فضلك تهربي هلأ وبعدان بيسقط وبيغمع عليه طلع هيكو بتقول مسال كتير من دمه وواضح طبعا بعد ما قتل واحد من الدئاب إنهم خلاص رح يقتلونه هلأ لأنهم بدهم يثقروا من مقتل أحد رفاقهم فعلا هيكي ممكن أتمكن من الهرب بما أنه هدفهم إرز بس لو عملت هالشي إرز رح يموت هون وبتحكي ياه لازم أسعى لإنقاذ حالي مش إني أهتم لا أمر ابن عدوي أنذكر هلأ عن جد بس من الصواب أترك طفل متل هيكي موت بهالطريقة بتقول ما عندي وقت لأتردد شو اللي لازم أعمله وفجأة شكله بتقرر تهاجم لكن بهالأثناء بيظهر بل وبيقول تراجعوا فورا بيعطي طاقة مرعبة على الآخر هي بتتفاجع وبتحكي شو هذا وين كان بل أصلا طول هالفترة الطاقة اللي بتبلش تطلع منه حرفيا بتقتل إيانا لدرجة إنها بتكون حاسنها رح تختنق وما عم تتنفس إطلاقا هو بيبلش يحكي مع الذئاب ويقولهم أطيعوا أمري اتراجعوا فورا وبيعطيهم نظرات مرعبة على الآخر وبقولهم إياكم إنه تقتربوا فعلا هيك الذئاب يختفيوا وهي بتكون عم تطلعوا بتقول شو اللي يصار هلأ هذا مخيف بطريقة رهيبة مرعبة من وين إلو يقدر يناثر هالخوف بالأبدان بس لو وجوده هي حقيقة ما يمكن إنكارها بل اللي عرفته فعلا موبشري وإنما مجرد وحش كاسر يجل عنده بقولها إيانا هل أنت بخير لكن هي بتخبطه وبتقول له لا تلمسني فبيحكي لها بس يمبين إنك ما قصبتي بأي جروح بلغة بتقول آه هلأ اتضح كل شي بيوصلوا بعدها جماعة اللي كانوا حراسة الغابة ليلاقوا أرز المسكين وش اللي هاي موجودة وقال لأ تخيلوا بكل وقاحة ما اللي بيجي وبيضم إيانا وبقولها يا عمري سعيدة كتير إنك بخير قديش كنت خايف عليك تدفي شوية هيك وبتبعده وبتقوله قديشني خائبة فيك إنك تهرب وتتركن على حالنا فبيقولها لا لا أنت فهمتين غلط أنا ما هربت أنا روحت أجيب المساعدة أكيد أنت تفاجأتي يعني لأنه ما عرفتي شو كان قصدي لكن أنت منهكة فبتحتاجي تأخذي شوية راحة وتفكري بعقلانية مرة أخرى فبتحكي له إخرس أتوقع إنه شراكتنا هاي لازم أفكر فيها مرة تانية ورح أوافك بيرد عن قريب لموضوعنا أما بتلتفت هيك عائرات وبيقولوا إنه يعني وضعه مش ولابد وبيحكوا بيطلبوا منها إنه يساعدوها بيركوا بالخير لحتى ترجع بأمان تطلع هيك ببال وهو بيعطيها نظرات سعيدة زي كأنه وهي مش طيقته على الآخر شكله هاي كلمة الجديدة بتعرفوا كل مرة بمثل كلمة بظل أكرر فيها المرة كلمتي على الآخر يعطولي كمرة رح أحكيها بهالمقطع لما ترجع بيجي أخوها اللوية اللي عندها وبيقولها يا عمري سعيد كتير إنه ما نصبت بأي أداء إيانا فهي بتحكي عن جد الحمد لله فبيقول لو كنت بعرف إنه مل هداك النوع من الرجال السيئين لساعة لا إيقاف هديك الخطوبة غريبة كيف ما بتعرف هقصد كل الدنيا بتعرف وهي بتقول أنا سعيدة نوت مكننا من اكتشاف حقيقة بسرعة وأنا هلا أحسن واللي أنقذني كان بيل تابعوا لبرافو مع شي ممتاز يلذبت هيك لبل وبتحكي له يعزلني بس أنا شوي متعبة بدي أحظى بشوية راحة يحكي لها لويد أكيد طبعا ارتاحي وخدي اللي بدك إياه ولا تترددي تطلبي أي شي فبتحكي له أوكي شكرا لإلك وبيطلب من بل يعطني فيها فبيقول له حاضر وبمجرد ما يطلع تاطبل هديك النظرات وبتقول له فسر لي فبيحكي لها شو عم تحكي فبتحكي له لا تتصرف بهالطريقة تافها فسر لي فورا بعد ما غادرت أنا برفقة الشابين لا غابت أبك أنت وين كنت وليش ما إجيت لإلي فبيحكي لها بلشت باتباعك من وقت ما غادرته فبتقول له كان في جماعة بلباس أسود لاحقتنا قبل ما تهاجبنا ذئاب وبحسب قولك فإن أنت كنت عم تتبعني صغير لها المدة بصمت الفارس اللي أنقذ حياة أميرتو بلاحظة يأسها مو هي اللحظة الرومانسية المنتظرة برواية رومانسية لا تيجي لا تنجدني فهو ما بيحكي أي شي هي بتقول عن جد إيدي عم يرجفو ومع هيك لسه هذا الشعر بقيد تفكيري أنا مرغوبة من الهيئة المخيفة اللي شفت بل فيها ومن الوحش اللي طلعوا من حاله لما كنا عند المنحة داري وبتقول حاولت أسيطر على حالي بس خوفي ما انتهى العلق بل اللي ظهر على أرض الغابة هداك كيان أكيد ما بينتمي للبشرية وهالشي ما بقدر أنكيره شفت الموت عم بطاردني وهربت مسرعة آملة بلقاء بل بنهاية الطريق منقذي الشجاع الجسور بل اللي كنت أعرفه لهلأ بنكر حيئة إنه فعلا هاد هو نفسه بل على أمل ألاقي عذر ولا حل ألاقي أي دليل يبرهن لي إنه هاد هو بل اللي بعرفه يرجعني لإله ولا يرجعه لإلي وهالشي بيخوفني لأنه بل بالحقيقة لما كان يطاردني والخطر عم بلاحقني كان بس عم بيشاهدني من بعيد وبتقول ما بدي أسمع الكلمات مرة أخرى حتى لو هالشي بيعني إنه أكذب على حالي الأمل بأنه بل اللي اهتميت فيه ما كان كذبه ما بدي يتم تركي وحيدة ومنسية لايك بليز أعطيني أي عذر إحكي إنك تأخرت لسبب ما وما تجهلتني وبس وإنه ظهورك بهذيك اللحظة صدفة ما كانت مدبرة وابتسابتك الدائمة اللي كنت بعرفها دائما عكل الأحوال بل بيقولها مثل ما توقعت إيانا أنت عنجت حادث الطباعة إيه بتمسك هيك أكتر على الشرشف اللي ماسكته من الحضن وبيحكي لها بصراحة يعني متوقعت هالأشياء توصل للي وصلت له الإثارة كانت كتير حلوة ومتأكد إنك سعيدة بوجود ذا الحارس مثلي يعني بلخب أملك بي يمكن متوقعتها كثير ما عليش حبيبتي يمكن أنا لسه عند وعدي أي خطر لو إيجا يلمسك راح أجي لإنقاذك بورا بتقوله غريب فبيحكي لها شو أصدك بالغريب فهي بتكون راح تبكي من الحضن عليه وبتقول شو هالشعور اللي عم يجيني احكي لإنه كلماتك مجرد كذبات وإنه موهاي الحقيقة تعطي إيضا هيك وهي على أمل كبير بل نفسه يرجع لها عن جد الشخص اللطيف الحنون اللي قضى معها 13 سنة يدافع عنها طول هداك الوقت فبيبتسميك وبيقولها آه طب فهمت عن شو كنتي عم تحكي بيمسك إيضا هيك وبيركعلها وبيقولها سبب تأخري بالوصول لنجدتك كانت هو أنه بعض الذئاب هجموني واحتزر كتير عن إثارة خوفك وقالأك أنستي الحقيقة إنه كنت راح أموت آلاء عليكي شو؟ هاي هي الإجابة اللي نفسك تسمعيها صح؟ قدش مؤرف ومستفزة عن جد بده كفن بقولها يا إيانا يا مسكينة بدك عن جد أحكي لك السبب ببساطة لأنك ما بدك تصدقي الواقع فقررت إنه أكذب لأنه أنت يا إيانا لسه بتشوفي بال مثل زمان بدك تصدقي بالكلمات اللي عم تطلع من تمي مش قذبة بس تطلع النح أنا مجرد وحش وبيورجيها مبعرف شو ذكريات من الأشياء الأديمة وبينما بقولها بال البشري مجرد شخصية على المسرح حتى المحتال بإمكانه أنه يصير حكيم على الخشبة صابت قوله أوكي ماشي فهمت وبتبلش تفكر وبتحكي بالبها ذاك الوقت لما كنا بالغابة لما قلتلك لا تلمسني شو هذاك التعبير اللي عطلة وجهك بها ذاك الوقت أي وحدة الحقيقة وأي وحدة الكسبة أنت مين من بين هدول الاثنين عن جد شكله في حقيقة مخفية عن بال ويمكن هو بيتظهر أنه شرير ولا عمل عقد مع حدا لحتى ينقذها ما بعرف طبعا أنا عم بألف بيلتفت لها قبل ما يطلعوا بقولها آه صاحب التفكير بالموضوع ووصلتك رسالة من عالة رسالة ذكر في محتواها أنه أرز فاق من غيب وبدو تتحمسي و بتقولها ذاك الصبي يعني الحمد لله أنه بخير كانت حالته بوضع حرج جدا لما انتقل لكنها استقرت بالوضع الحالي هل هاد جيد ولا زيئ برأيك إيانا قال إنه حياته تم إنقذها بفضل فارس إيانا لايك أرسلولك دعوة للأصر فاشو ردك على محتوى الرسالة بدك تروحي ولا لأ بتقول أرازي رسال الصبي اللي يقادني على الموت بحياة الماضية ضحى بحياته كرمالي هالمرة وبتقول لازم أرسل رد على لسارته لايك جاهز لي وراء مع رسائل وختم وبتقول خلينها لا ما أفكر ببل لكني بحاجة لا ضح تشكي بخصوص أراز أولا تحمل حالها إيانا وبتروح لا عند أراز اللي عن جد لسه عم يصرب بطريقة طفولية مطبيعية وعم يخزل كتير وبيذكرني برودريك وعلى سيرة رودريك لا لسه ما نزلة تفصول جديدة المهم نرجع لهون بيتفاجأ كتير لما تفوت وبيكون تسعيد وبيحكي لها أهلا فيك هي كمان بترحب فيه هي وفارسها بال وبتقول مبين أنه أراز عن جد ما بيعرف أي شي عن الهجوم فكرة أنه توقعت أنه بيعرف شكلها خطأ وبيحكي لها ما كنت بعرف أنك رح تيجي أنا سعيد كتير بوجودك وبتمنى تسامحيني على وقاحة الترحيب فيك في غرفتي حتى بدون تمكني من النهوض فبتقوله عن شو عم تحكي سعيد كتير أني أخيرا قدرت أشوفك وأنك بخير وهي واحدة من الزهور اللي أطفتها من حديقتنا لحتى أقدم لك إياها أعطيتك جائزة طردية بشكل منفصل بس حبيت أشكرك بشكل شخصي يفرح بدرجة مش طبيعية على جمالها بعدا المربير تيجي وبتقترب لعنده بعدا تيجي الخادمة بتبالج تحكي معه ومدر مربيته وبيكون بالقاعد مع إيانا وبيحكي لا اسمعي فيك تزيلة التوتر كله بلحظة فبتقوله إخلاس شوي ومنعرف أنه كتير فرصان يجوا أصلا من قصرها معها يعني من ريهاف ومن قبل والدها بس ما تمكنوا من دخول القاعة قال ما نعود دخولهم وحكوا لهم أنه منفهم أنه لازم تكونوا حذرين بس ما بيسمح إلا لا شخص واحد بالدخول وهالشي بيعني أنه فعلا الرسل حذرين منهم وبالنهاية قدرت يعني تدخل على الأقل بال لكن في شي غريب بيبلش يحكي معها أرز وبيقولها إيانا أنت بتحب الظهوري الإرجوانية فبتحكي له فعلا كيف عرفت فبقولها بتوقع لأنه حبات اللوميليا اللي أظهرت بحديقتي لورجاتك إياها من قبل وبيكون سعيد وبتقول أنا متأكدة 100% أرز مستحيل يكون بيعرف وهو معجب فيه وفعلا لهالسبب تقرر تتظاهر باللطافة وتحكي له سعيدة كتير أرز وبتحكي معقول عن جد يتغير المستقبل بره كمان ما بعرف شو اللي كان بيفكر فيه أرز باليوم اللي وضعني فيه على المشنقة وما بعرف شو اللي خلاك توقع بحبي يا أبن أنت كارسل راح أخليك تحبني أكتر وأكتر حتى وبعد إخباط مغطط المداهمة هل لازم أستخدمك لا تحتمي على ترسل من التاخل لما ينتهي كل شيء وأشوفه جهواتك اللقيم مشوه متأكدة أنه الموضوع راح يكون ممتع حتى لو كانت شيء يعني أنه راح أضطر لا تمزي قلبك الأبيض ليش هيك يا إيانا؟ مش عارف صراحة زمعك حق ولا لأ بس يعني بركي أصلا لا السبب يصير بده ينتقل منك بتقول راح أعمالي المستحيل بيكون بل قاعد بيراقب فيها فبتقترب المربية وبتقول له أهم 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 خلينا نطلع إحنا لتنين وإنتوا اتحدثوا بشكل مريح وبيذكروا الباب عليهم ثبي متع الآخر من الخجل وبتطلع إيانا فيه بتقول له أتيش هك واضح عم تتصرف الطريقة عن جد مختلفة عن قبل بعدين الخادمة بتباليش تحكي معها بتقول له يرجع مرافقة تي بتجاه الباب وبيل بيكون عم يقول واو حكيت بوضوح أني ما بحب إصالة الحب وأنا سعيد علاءة لأنه إيانا ما تقلصت أما بيكون أرازة عم يحكي معها وبيحكي لها برضو أنا بتسعيد أنك أنت بخير فبتقوله بصراحة أنت الوحيد يا حرام اللي أكلتها و وصبت إصابات خطيرة بسببي سمعت أنه حياتك كانت بخطر لهيك بشعر بالارتياح إنه اتعافيت وبتقول شو هالقرف لأ مش لازم أشعر بالظنب تجاه هالتصرفات لازم أعمل هيك ما في خيار ثاني وبتقول له ما كنت موجود كنت رح أكون طعم لذي أب لهيك شكراً لإلك فهو بيتسك إيدها وبيحكي لها بالعكس أنا عملت اللي كان لازم ينعمل بصراحة فقدت الوعي بالمنتصب وأنقذني الفارس المرافق لإلك فالموضوع محرج شوي فهي بتقول له إذا أنقذنا بعضنا البعض يعني تقريباً إحنا الاثنين ساعدنا بعض فذول إيانا ما فيني أسامح السيد مال على تصرفاته معك لازم يشعر بالخجل من أفعاله كيف تقدر يتخلى عن خطيبته ويهرب لو كنت أنا مكانه مستحيل أعمل هالشي فيكي وهدان بيسكريك عتمو بقول آسف شكله حكيت شي غلط بعتذر منك أنت بالنهاية رح تسيري عن قريب من عالة أبك فبتقول عادي ولا في داعي تعتذر ولا بطيخ بالعكس من الجيد أنك حكيت أولاً وبيقوله هو بالواقع بتخطط عالتنا لتحميل عالة أبك المسؤولية رسمياً عن الحادث حبيت أخبرك بما أنك أنت هون فبتحكي له في الواقع أتوقع أنه رح أفسق خطوطتي مع مال وبس يسمع هيك شي بينصدم على الآخر وبيكون كتير سعيد وبيقولها آسف كتير بتحكي له هي لأ عادي بس واضي اتخذ القرار وبيحكي لها فعلاً لأنه ما بيستحقك بالمرة بالعكس هو جبان كتير أصلاً وأنا سعيد أنك أنهيتي علاقتك مع شخص مثله فبتحكي فعلاً هو شخص لطيف ومو متلبان وبتقول له لما تتحسن من مرضك بليس ديجي لزيارتنا عائلتي بتحب تدعوك للعشاء كشكر لأي لك فبيحكي لها أنا رح أكون مسرورة كتير بس أنه بمكن تقبلي هالمنديل مني بما أنه أنت قدمتي لي منديلك وآسف ما بقدر أرجع لك شي ملوثي بسببي وبيعطي هي بتلاقي هاد منديل طبعاً مدرس بشعار عالة رسال وبتقول له شكراً رح أعتز فيه وبتحكي له بتمنى تكون بخير المرة القادمة اللي أشوفك بينما هي بتكون عم تتساءل لما تحمل حالها وتطلع كيف رح تتغير علاقتهم بالمستقبل توصل الزن خفلتها وبتحكي لها إيانا رح تغادري لا كنا احنا مشغولين وسوري ما قدرنا نرحب فيكي بشكل زيد فبتحكي يع دعوتيني بس ما تمكنت من حضور وجهك هل جيتي لمو دايقتي وذن تطلع هيك وبتقول مين هالبنت الحمرة أنا بتذكر كل خدم عالة رسالة الماضية بس هالبنت ما بتذكرها معقول غادرت القلعة قبل ما قبلت بالانتقام لكن بنشوف ملامح غريبة ظهرت على بل وجهز حاله مثل كأنه لا الهجوم لأنه عرفها بترجع تشغل وجه البريء طبعا إيانا وبتقولها أهلا فلتا معنا كنت مشغولة يا عمري جيتيلي أنا كتير سعيدة وبتسألها بس بالمناسبة مين هي السيدة اللي موجودة فبتحكي لها فلتا هاي هي الآنسة طارة معلمة أرز وبتحكي جيت لأتشكركم على مساعدة أرز فبيقولوا لا بالعكس بفضل أرز احنا تمكننا أنه نبقى عايشين والشخص اللي أنقذ أرز كان فارسي ديابال فتحكي طارة شكرا كتير وشرف كبير أتلاقى فيكم وشكرا بالذات لأ الفارس بيل على إنقاذ السيد أرز بيبتسم بيل وبيقولها ولو أكيد أنا عملت اللي لازم أعمله وبتحكي فلتا على أي حال على الأغلب يتم إلغاء حفلتك صاح أكيد تفزقت كتير بالحادثة فبتحكي لها لأ بالمرة بس رح تيجي أنت فلتا صاح لأنه تقرن مواد الحفلة مستحيل ألغيها رح نقضي وقت ممتع كتير وأنا بكتب الدعوات فبليس تيجي من تاريخ وأحد وثلاثين الشهر فبتقولها فلتا أبقى وبتتسأل هلاشي عم يسعجك مثل المتوقع في هداك اليوم أنت دمرتي عائلتي بحياتك الأخيرة بس متأكدة بها الحياة أنا اللي رح أكون أدمركم تتسم فلتا وبتحكي لها أكيد كتير متحمسة أني أجي وبتقولها إيانا إذن شكرا وعن إذنكم رح أضطر للمغادرة وبتحكي يمكن فلتا بتفكر أنه ما في حفلة بالحادي والثلاثين أصلا أما بالفا بيكون عم يطلع بتاريخ وبيقول شو اللي جابك هون هل عم بتحاولي تزاجيني شو خطتك وشو تصرفك وشو اللي عم بتحاولي تعمليه الله يصدر شكلها شيطاني جاي بصف أرز لما ترجعي يعني على القصر بتلاقي مال خطيبها يعني مرسل لها آل زهور ورسالة كمان تفتحها لتقرأها لا يلاقيها عم تكتب فيها فتاة الأرنوبة ما كان خطأ عن جد اللي صار بعدك اليوم بس بليز قال خلص انسي الموضوع وسامحي ترمي الورود طبعا وبترمي الأشياء وبتحكي شو هالقرف هاد فبيقولها بيل قديش كبارت القلب فسختي بعلن عقد زواجك مثل المتوقع وصار اللي بدكيها فهل في شي زعجك فبتقول التوقيت بتساءل إذا كان بين بغني أترك الأمور لفترة أطول شوي البنت اللي بيحبها على وشك فسخ الخطوبة ومن بين هدولي كل اللي فسخ خطوبتهم ومعدهم شريك مين رح يكسر قلب الرجل أكتر ها بيحكي لها والله أنا شو بيعرفني فهي بتقول خلص عالفاضي ما عم بقدر أحكي مع بال بشكل طبيعي تطلع الورد الأصفر وبتتذكر أرز اللي حكالها بعرف انك بتحبي الزهور الأرجوانية وقديش انه لاحظ بس من عيونها هالشي إنها حبته بتتساءل هل بال كمان يعرف زهرة المفضلة انت واقع بحب بال على الأغلب وبيحكي لها هو شكلك الآن بخصوص أرز شكله الموضوع رح يصير مملي كتير لأنه رح تقلب بدل درامة حرب لدرامة حب نموذجية فبتحكي له لا ما بينني فبيقولها طب هل أعدد في أي استعدادات لمواجهة الهجوم اللي رح يصير فبتحكي بما أنا والدي بيعرف فأكيد هو قعد كل شي وعالأغلب رح ينشر الصم ويوقف الجنود وهيك أشياء يعني فما في مشكلة بس بتقول حتى لو وقفنا هالمرة حيالهم رح تستمر وواضح أن الموضوع رح يكون أكتر تهديد وخوف لأن المستقبل عم يتغير سرعة كتير كبيرة من أول تقريبا يوم يومين بس لازم نكون احنا المسيطرين على رجاء رسال على الأقل الخين اللي موجودوا وعائلتنا لازم نعثر عليه ونلاقي ولها سبب تسأله بال شو اللي صار بخصوص العثور على الخائن فبيحكي لها سوري لسه ما تمكنت من العثور عليه بس أنت أتوقع عندك فكرة عن الموضوع فبتقوله قديشك مثيل للشفاء هل بتسميها شي عذر للبداية أنت عن جد مو مفيد بالمرة فبيحكي لها أنت الشخصية الرئيسية مرح يكون من الممتع أني أكون يعني أساعدك وكل شي فبتحكي لها إذا طلعنا لورا من الطبيعي أنه الهجوم صار بالثلاثين من الشهر الجاي كان هذاك يوم نادر لأنه عائلتها بأكملها باجتماع بمكان واحد أنا وأختي سيسيليا اللي كنا بنقيم بالأصر ووالدي وأخوي بكثير من الأحيان كانوا بيكونوا مش موجودين بسبب العمل والعقارات وبلار كان رجع من مقار إقامته يمكن رح ينتهي الأمر كل مرة واحدة بدون ما يتركوا ناجيين وبتحكي أنه إيانا اشتبهت بوقتها أنه في تسمم وفكرت بالموضوع كتير من هداك اليوم ليش أنا اللي بقيت عايشة كلنا أكلنا نفس الأكل بنفس المكان ليش مات والدي وأختي بهالطريقة البشحة بالواقع ما كان الوضعيك كان في طعام واحد ما قدرت أتناوله على العشاء من الرجل اللي أحببته كتير اللي قدم لي كتير من العصير من ملكية أبك وبتحكي بوقتها حاولت أجانب الوضع بتجنب تناوله وكمان لويد كلنا خفنا كتير لما شفنا أختي وأبوي عم يسهلوا دمه وبينهاره أكيد الشراب هو اللي كان مسموم وأكيد مال هو اللي أوقعني وبتحكي له صاح قديش الموضوع مضحك ما خبرتك أبدا لأني شعرت بالذنب فبيحكي لها واو برافو إقدرتي تكشش في لها الحد بس مو أنت اللي قتلت مال بمجرد العودة بالزمن لورا فبتحكي لأنا أدركت إنه مو هو اللي أضاف السم إذا كانت سم من البداية راح يكون من سوء الحظ إنه يشربه شخص ما أولا يمكن تم تعزيز الأمن فحسب بس من المستحيل إنه أنت جاروسل يعمل هيك شي لو كنت شربت أول أمس ما راح يكون عندي أي شك حتى لو خاضرت وتم القبض علي راح أضيف السم باليوم السابق للهجوم أنت جاروسل هو هدك النعمل لأشخاص اللي هيك ممكن يعمل فبيبليش يزقفلها وبيقولها برافو 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 إيانا تحليلك واضح وصريح أده هشتيني مرة تانية فبتحكي لأو عم تنكت ولا شو هلأ وقت زناختك وتفاهتك أنا عم بعمل هيك لحتى ناثر على الخائن اللي حط السم بالشراب إذا عززنا الأمل فما راح يلاحظ الخواني هالشي كمان رجال روسل إذا كنت بدك تدمر على تروسل لازم ما تفوت هالاتصال هاد يعني التشابك اللي رح يتير بينهم وبتقول إحنا هلأ بحاجة لشخص بيعمل بالداخل وإنت الوحيد اللي ما كنت متورط بالهجوم أتوقع إنهم بتحكي ما بعرف صراحة من رح أستخدم لأنه ما في حدا أوسق فيه ما بعرف عن جدشو اللي لازم أعمله خد يحكي له السيد تاقا ممكن يعمل هالشي لا تستسلمي ما حدا غيرك رح يقدر ينجح مو أنت شخصية رئيسية اللي أنا اخترتها فبتحكي له شو قطك لما أحتاج المساعدة أنت بس بتشاهد فبيقولها لأنه ما رح تحتاج المساعدة مني لأنه مش أنا أقوص لاحب تمتلكي وإنما ذكرياتك وغضبك ورغبتك بالانتقام وحكمتك وكمان الأوات اللي عشتيها فهي بتحكي إذا كنت رح أتقدم للأمام ليش عم بعيد ذكرياتي لورا وبقولها فيك تحمليها قلتي إنه ما في حدا توسقي فيه ما أقول هالكلام صحيح بوقت بتتذكر شي وبتقوله فعلا كلامك صح وفي حدا بقدر أوسق فيه بعدين بنشوف مبارك مين كنه كبير الخدم ولا شي حدا مصيبة رايح بالعتمة وحامل جمعة وماتك فار ودخل لشي مكان عند الشراء بشكله ورمى الفار لهذاك المكان يعني واضح إنه هاد هو الخين الله ياخده من ناحية تانية بنشوف يا أنا قادة عم ترسم أرز وبتحكي شعر نعم مثل الفضة وأنف لطيف وعيونه بتحترق مثل النيران هاد هو أرز رسالة اللي كنت بعرفه جينيرال بساحة المعركة بضم بارد مثل الجليد بس هلأ صرت بعرف أرز تاني فتى لطيف نقي خالي من الكذب لازم هاد للأسف اللي أستغله وبتقول فكرت إنه الرسم راح يساعدني لكن بالعكس الوضع عم بيزيبني إرباك لسه عم بفكر بأرز هل لازم أقدمها كهدية لإله ما تأكد إنه راح يحبها كتير فجأة حدا بيدق الباب وبيحكي صار اللي بدكي إياها أوكي هذا طلع المنيح مش الخاين على كل الأحوال هو هاد ساقة وأنا عملت اللي بدكي إياها أطعمت بعض الشرب للفار وفعلا مات مثل ما أنت بتحكي شكله بيحتوي على الصم فبتقوله شكرا للتحقق من الموضوع في معروف تاني لسه بدي أطلبه منك بس تتناء والد وأنا ما لازم أي حدا آخر يعرف إيه هالكلام إنت الوحيد اللي فيني أوثق فيه يا أدواردو فبيحكي لها حاضر عيوني التنتين بيحكي لها أدواردو حاضر راح عمل لبدك يا بس ممكن أصلك سؤال واحد إيه أنا بتقوله أكيد فبيحكي لها بقدر أعرف ليش هو سخطي فيه هاي مسألة خطيرة تعتمد على حياتي علتك كلها ما في شي بيضمن إنه مو أنا أكون اللي صممت الشرب هي بتحكي فعلا لكن مثل ما قال لي بوقتها بل أقوى سلع عندي هو ذكرياتي وغضب وحكمتي والأوقات اللي عشتها قلت إنه ما في حدا بقدر أوثق فيه لكن هالكلام مو صح إدواردو هو الشخص اللي بقدر أوثق فيه لأنه في اللحظة لأن أتلت فيها عيرتي عم بيحاول يحمي بلير حرفيا ولهيك بتقول هي أنا بوثق فيك أنا متأكدة إنك خدمت عالتنا لعوقود وكنت شخص رائع فأكيد رح قادر أوثق فيك بيتأثر كتير هو وهي بتحكي له أكيد ما فيني أحكي لك الحقيقة بس يعني بالنهاية بقدر أمضحك وبتقول له رح أطلب منك طلب بس بدي أروح أحكي مع والتي فبيقولها حاضر وبيحمل هو حاله بيغادر وهي كمان وبتقول هيك انتهت التحضيرات وبالنسبة لأي هلأ صار الوقت المناسب للرد بعدين منشوف الفرسان لعلت فيها في مجمعين مع الخدم والشلة كلها وبيكونوا تعبنين وبيسألوا إذا فيه أشياء بدهم يبلغوا عنها طب يقولوا فيه نقصوا بعض الأدوات المنزلية وغيرا بيحكي كنا مسغولين بالتحضير للعشة وما بعرف شو بيتساءلوا شو السبب بيجمعهم هلأ وليش الفرسان عم بيراقبوا بالخدم وبيقولوا شكله في شي رح يصير المهم بيتساءلوا شو اللي رح يصير بيحكي بعض أدوار دو طيب شكرا على عملكم الشاء اليوم وبما أنه عملتوا بجد لتحضير العشة بكرة رح يتمنحكم مكافأة من قبل السيدة إيانا هذا هو أفضل شراب من عالة أبك بس بالأصل كنت بخطط لأقدمه بالعشة بكرة لكن بما أنه سيدة هلأ بط بطي أمل فما بدها حتى تشوف الشراب الخاص فيه بنجيب بعض الخدم بلاش ويخافوك وبعض الفرسان كمان وبيحكي رح أقدمه لإلكم بالمقابل فيكم تشربوا بقدر ما بدكم ولا تترددوا في الشرب بيفرح الجميع ما عدا تنين بيكونوا قاعدين خايفين إنهم بيشربوا بينما الجميع بيكون عم يشرب هالتنا بيوقفوا بدون أي حركة بتقول لوقت أيانا ياري ياري ليش ما عم يشربوا هدول الاتنين الموجودين هناك بيحضر والدها وهي وإدوارته وبتقول حتى مدبر المنزل شرب فيكم تشربوا قد ما بتكون بدون تردد ولا خايفين لأنه يمكن تتعرضوا للتسمم صح؟ وهيك بيوقعوا هدول الاتنين بالفخ بيستهلوا حبات الخطة كتير أسطورية أيانا المن بيطلع الكون فيه وبيحكي له خير حضرتك ليش ما عم تشرب هيك فبيبلش يتقطع الحارس هذا وبيقول بصراحة ما بحب كتير هادي النوع فبيقترب من عنده إدوارته وبيقول مستحيل أنا بعرفه منيح وبعرف أنه مستحيل يرفضوا هيك شي بيصرغ فيه الكون تيها فبيحكي له اشرب وصرف بأدب أنا عم بقدم لك أجود الأنواع فبيوقع الكاس وبيبلش يعتذر ويقول بليه سامحني واعفو عن حياتي بينما الخادمة بتكون مرعوبة على الآخر بيحكي اسحبوهم ونزلوهم للقبو وخلوهم يعترفوا بالحقيقة أما نظرات إيانا فبتكون مرعبة على الآخر عم تعطيهم نظرة بتستاهلوا الموت يا حيوانات بيقول بعد ريهك أحسنتوا أنتوا الاثنان بالعمل وهلأ لازم أنت تروحي تتخبي مع سيسيليا قبل ما يبلش هجوم رسال فبتحكي له ليش بس أنا وأختي اللي رح نتخبة رح نترك بلير و لويد فبيقول لأنوا الاثنان رجال ولازم يبقوا هون بخوفه ألا أتوتر بتحكي له بس خليني أبقى على الآل لأعرف شو اللي رح يصير له هذول الاثنان فبيحكي لها والدها لا ما أتوقع أنه في داعي تعرفي فبتقول بس أنا بدي أعرف نتائجها ذاك الاستجواب ومو بس هيك كمان في شي تاني بدي إياه وبتقول له هل فيك تسمح لي إني أبقى موجودة هون معكم لأنه هي بدها تورجي حالها المستقبلية إنها تغيرت وتورجي المستقبل مختلف وجديد ومو نفس الماضي اللي شافته والقتل اللي عاشته يحكي لها والدها لا ما فيكي الوضع خطر ورح تشاهدي مناظر شنيعة فبتحاول تقنعه لكنه بيوقفها وهي بتقول مش واضح نواضي رح يعضل عن قراره فبتقرر إنها تخضع ولها السبب خلص توافق على هالشي وبتقول لبل بدي أكد شارك باستجواب الجواسيس وتخبرني شو اللي اكتشفوه فبيحكي لها شو بيك لبيك أمرك اللي بدك إياه رح أكون عيونك ودينيكي هناك فبتحكي قديش كان نفسي أنا أعزبهم نفسي بس هلأ ما فيني أعمل هيك شي فما هي إلا لحظة وأخيرا دح يحين لقاءنا فبقلها فعلا فعلا دح يجي الضوء ونبلش بعهد ثاني بس كأنه هاد الحيوان بل ما قالها بخصوص موضوع تارة وإنها شيطاني وأخيرا فعلا الفجر بيحل وبيكونوا هذول التنتين مختبئين على أساس لقلعها سيسيليا بتقول لسه الوقت بكير والحفلة رح تكون بكرة فليش تم إجلقنا اليوم والدنا عن جات شخص مصبور وبتحكي إياه أنه كان من المفترض أنه تقام الحفلة باليوم التالي للهجوم وكان والدها بده يستخدم هالشي ذريعة ليقدر يهربها هي وأختها قبل بيوم واحد فبتحاول تحكي مع سيسيليا وتقولها مثل ما بدك كلامك صح بعد ما تم القضاء للخوانة للأصف صاد تحت المراقبة وبينما هم مختبئين هلأ بصباح الباكر عاملين حالهم اللي يسافروا بعربة عادية ما بتحمل شعار للعيلة ولا رمز على أساس يعني هيك أمان وبتكون عند تتساءل هالمين المقبول نترك الباقيين خلفنا بهالشكل وبتطلب من أختها سيسيليا تصعدية بالأول وبتقولها في شي بدي أروح أجيبة وأرجع لك فبتحكي لها سيسيليا أوكي وبتستغرب وبتقول بشرة إيانا شاح باليوم شوي يمكن بسبب اللي تنومها لكن إيانا بنلاقيها رجعت وشكلها جاي لحتى بتتأكد من الوضع تستدعبها وبيظهرها بلحظة بقولها خير شو اللي بدك ياه فبتقول شو اللي صار باستجواب ليلة الأمس هل أفصحوا من العقل مدبر فبيقول حكوا أنه الشخص اللي طلب منهم هالشي أعطاهم المال أرض بدون ما يكشف عن هويته فهي بتنقهر وبتتداع وبتقول قديش كان رح يكون جائع لو حكوا أنه عالة رسال ومن اللي قدموا لهم هالشي وخيانتهم لقلنا بهالطريقة حتبين كل الأشياء وبقولها قال أنه الفارس والبنت هاي الخادمة لتنان كانوا شكلوا بدهم يهربوا مع بعض لأنهم مؤين بالحب وبدهم يسددوا بعض الديون ومنها الكلام هاد كانت هاي الطريقة الوحيدة وبيقول كمان قال خطت فلهم لفتح باب الأصر لم يجوا الأعداء مثل الخطة رح تمشي ورح ينصبوا لهم فخ بالهدف على القضة عليهم أحياء فبتقول له طيب ممتاز بس بدي إياك تجمع المزيد إياك تنسى أي حرف من اللي بيحكوا تذكر كل شيء وخبرني فيه فبيحكي لها واضح أنه خطتك ما بدت محور حاول اتباعك سيدة إيانا فبتحكي له تمام خليك هون وأحمي عالتي بشكل جيد ما في طريقة أبقى وأساعدكم الشخص الوحيد اللي بوسق فيه هو أنت مع أنه بتحكي بعائلها أنت مجرد وحش حكل الأحوال فهو بيقترب وبيحكي لها مش عاجبني الوضع تقوله ها فبيحكي لها فيه آلاف من الفرسان وفرهم واحد منهم ما رح أحتم للي باقين هون رح أتبعك أنت لا أطمن سلامتك فبتحكي له نعم فبيقوله بأراضها المملكة وأقاسيها الشخص الوحيد اللي بدي أضل جنبه هو أنت إيانا ومو أي حدا تاني فبتقوم هي بتخزل وبتبعض وهيكون بتحكي له توقف عن تصرفاتك التافة والكذابة أملي الأخير بهدف الحياة وإعادتها لعائلتي هو أنا وإنت فهيك لازم أبقى عايشة لأنه لو صار شي لأهلي نهايتي رح تكون كتير محزنة لأنني رح أنهي حياتي بتحب هيك شي يطلع هو بصدمة وبيحكي لها خلاص اللي بتكيها رح أبقى به هالمكان فبتقوله ممتاز بحملها لتغادر وبتسب فيه وبتحكي في وقت بالغ بالأهمية مثلا هيك عام بتحاول اتزعزاني وتغريني وتغير رأيي بدان توصل لعن سيسيليا بتسألها لقيت الشي اللي انت تي فبتحكي لها نعم سيسيلي عايشة بعالم تاني المهم خلونا نتغزل شوي بالرسم على فكرة لأنه عن جد أسطوري بنشوف بعدها واضح أنه فيه فرصان كانوا عم بيراقوا بالوضع وشافوا هروب هالبنتين الله يسطر لأنهم أكيد رح يلحقوهم والقطة هيك رح تخرج وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثاني من حكاية إيانا الكيوت والقوية والسريرة وكمان بطل نبيل المرعب برأيكم مين عن جد اللي رحتو قعب حبه إراز اللي لطيف اللي عم يغريها بلطاته ولا بل اللي مش قادرة تنساه اكتبو لنا رأيكم بالتعليقات بنشوفكم ملخص جديد وأكيد ألف مبروك للفايزين لو حبينا ممسابقة أكتر مثل هيك بدنا تفاعل أطخب من هيك سايونا راو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر